السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلوية جماعي اليوم إن شاء الله نحضر معاكم سبوسة بالكو كنت يخفيفة وشيشة أيضا سريعة في التحضير كنت يكدو في الفب كنتمنى فعلا نجربوا هذه الوصفة وأنا أكيد إن شاء الله لو جربتوها ستنالي عجب ديركم وما تنسوني إشمال لايكاتكم وشاركاتكم المحافظة ولكتوا أول مرة كتاهدوا القناة ديري فمرحبا بكم وألف مرحبا شاركوا في قناة وفعلوا زل جرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفة نخليكم دابا مع المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة بسم الله أول حاجة نوضع ثلاثة ديال البيضات في إيناء هنا عندي الحجم ديال البيض صار لكن عندكم الحجم ديال البيض كبير ووضعوا فقط جوج ديال البيضات ودائما البيض خاصوا يكون بدرجة حرارات المطبخ أعضف لي هنا كأس ديال سكر ساندة السكر دائما كيبقى على حسب الدوق تقدروا تنقصوا السكر لما كتبغيوش الحلاوة لأنه مازال غا نسقيوها كنطرب هدك السكر مع البيض جيدا غير بالطرب اليدوي حتى يندمجوا ليه من بعد كنضيف لهم هنا يا كأس إلا رابع من الزيت وكنستمر في الدمج دائما لعبار بكأس لنبال لسعة يلوه مئتين ميليليلتر من السوائل من بيت نضيف ليه هنا يا ملعقة صغيرة من مبشور البرتقال ونضيف كذلك كأس من الكوك أي جوز الهند كنحرق مزيلا المكونات ديالي مع بعدياتهم حتى يندمجوا ليه من بعد كنضيف لهم هنا يا كأس من الحليب البارد ممكن تعودوا الحليب كأس من العصر ديال البرتقال أو لعلبة من الياغورت اللي بغيتو من بيت نضيف هنا يججج أكيس من خميرة الحلويات بوزن 16 قرم ونضيف السميدة الرقيقة ديال الحرشة بالتدريج لأنه الحجم ديال البيض وأيضا النوعية ديال الكوك والنوعية ديال السميدة هما اللي كيتحكمون لنا في الكمية ديال السميدة اللي غنضيفه لأنه كي الكوك اللي كي نشوفه السميدة اللي كتشرب وكي لاكس كنبقى نضيف السميد بالتدريج بهذا الشكل هذا وأنا كنحرك بالنسبة لي حتى جيد فضل خالد كامل ثلاثة كيسان إلا ربع من السميدة الرقيقة ولكن ما تضيفوش الكمية كاملة دفعة واحدة كما قلت لكم لأنه النوعية ديال الكوك وكذلك النوعية ديال السميدة كتختلف هذا الشيء اللي كنبقى نضيفوه بالتدريج بهذا الشكل هذا حتى كنحصلوه على خالد اللي يكون بهذا القوام كما كتلاحظو معايا هذا القوام اللي خستنا نتحصلو عليه صافي وهذه هي الكيمية اللي تبقت ليه من الكأس الثالث ديال السميد ده بغن ناخد مول اللي دهنته بالزبدة ورشيته بشوية ديال السميدة وغنوضع فيه الخليط ديالي من بدن دخله الفرن اللي مسخنا على درجة حرارة 180 درجة كنشعل عليه من الأسفل حتى كيبانو ليه الجواني بده وكتحمروه عادة كنشعل عليه من الأعلى تتحمر ليه وكتخرجوه وبالنسبة الفرن ديال الغاز فكنشعل عليه النار تكون متوسطة حتى كتطيب ليه بنفس الطريقة من بعد ما وضعت البسبوسة ديالي كالطيف الفرن ده بغن مور باش نحضر ستيرو وليعن سقايبه البسبوسة ديالي عنحتاج هنا يجوج كيسان من الماء البارد عنضفليهم كأس من سكر سينيدة أي سكر حبيبت وغنضفلي كذلك ملعقة صغيرة من مبشور البرتوقات نحركهم جيدا بهذا الشكل هذا من بعد نوضعهم في النار ندير الكل على النار وكنخليه يغلى لمدة ديال العشرة ديال الدقيق المهمة يغلى ليه ويدوب بليه السكر ما خصوش يتقال غير يغلى من بعد ما غلى ليه السيرو ديالي يكون بهذا الشكل هذا ده بغن نطفع ليه النار وغنوضعه جانبا حتى يبرد مزيان من بعد ما طعبت ليه البسبوسة ديالي بتحمرات انخرجها وهي مازال سخونه تقوم بتصقيها بسيرو كي بارد مزيان اشترك سخيف المزيد داروري إما البسبوسة ديالناع تكون بارده سحب عليه سائropri باش لبس بوسا كتتشرب لنا هادا كسيرو وما كديناش معجنة كنسقيها من زيان بهاد الشكل هادا سافيو وغن خليها حتى كتتشرب ليا هادا كسيرو سميدا را كتتشرب ضغية وخيبا لكم السيرو كتير غنسقيوها را سميدا كتتشرب كنخلي واحدة كتتشرب من زيان عدا كنقطعوها ونقدموها كما قلت ليكم اللي ما كتبغيش الحلاوة بزاف تدير غير نسوكا اسمين السكار في الاول سافيو كنقطعوها بهاد الشكل هادا تقدروج قطعوها مربعات او لها مستطلات هذا كسيري كتفضله وكما لحتوا معيات طارقة جيد سهلة وسريعة والبس بوسا دينا كتجي لدي دي دا بزاف كتجي خفيفة وهشيشة وكتجي كتدو في الفن كتجيها الى كنتمنى فعلا انكم تجربوها لانها كتستحق تجريبا وفي دا بغنزينها ودائما تزين كيبقى اختياري تقدروا تزينوا باي حاجة متوفر عندكم كما ممكن تخليوها غيرها كاك بالنسبة لي غنوضع القالية من جو زيند اي الكوك في الوسط بهاد الشكل هادا تزين بسد هذا هو الشكل نهائي دي لبس بوسا دينا كما كتلاحظوا معي كتجي هائلة كتجي رائعة بزاف دا بغنزمعكم قطعة باش شوفوها من الداخل كيفاش كتجي كما كتلاحظوا معي كتجي خفيفة كتجي هشيشة بزاف كما لحظوا معي الطريقة تحضر جد سهلة وبسيطة ومكونات من صفراء في كل بيت كنتمنى فعلا انكم تجربو هاد وصفة كنتمنى الوصفة دينا اليوم دنا الاحجاب ديالكم والدهموني بلايكاتكم وطريقتكم وايضا اقتراحاتكم الوصفات اللي بايتوني نحضر معاكم ولكتو اهل مرة كتجادو القناة ديالي فمرحبا بيكم والف مرحبا شاركو في القناة وفعلو زل جرس باش دائما تصدب جديد الوصفات وبسلام عليكم الى الوصفة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة